النصيحة الرابعة إذا كان طفلك بياخد أدوية بشكل منتظم فلازم تقولي للطبيب اللي هيكشف على طفلك حتى لو الأدوية دي فيتامينات يعني لو هو بياخد مثلا كالسيوم بشكل منتظم أو فيتامين دال بشكل منتظم أو حديد يعني كان موصف له سابقا ده وهو ماشي عليه خلاص كده لازم نبلغ الطبيب ليه؟ لأن بعض الأدوية ممكن ينتج عنها خطورة لقدر الله إذا الطفل أخدها مع أدوية تانية بعينها طيب النصيحة الخمسة في كل الأحوال سواء قدمتم الدواء لطفلكم بعد الكشف الطبي يعني بناء على رشدة طبية أو كان الطفل أكبر ودي ناله الدواء بس بمفهوم الأدوية المعتادة زي ما اتفقنا اللي هي لا تخرج عن نطاق دواء كحة دواء خفض للحرارة دواء حساسية وحتى أدوية الكحة بتختلف يعني بيبع عليها محاذير شوية لأن شكل الكحة ممكن يختلف وإنتوا ما تاخدوش بالك تبقوا بالنسبة لك دي كحة يعني وخلاص لأ إنما شكل الكحة أو الصوت المصاحب للكحة أو فترة الكحة ممكن تبقى مختلفة شوية بس إيه؟ هنقول إن ده مفهوم الأدوية المعتادة في كل الأحوال لازم لما ندي الطفل دواء لازم نقرأ النشرة الداخلية للدواء دي نصيحة مهمة كده طيب ليه؟ أولا النشرة الداخلية دي مش مكتوبة كده عبسا يعني خلاص؟ النشرة الداخلية دي لازم تتقري وأنا بعتذر طبعا سلفا يعني بالنيابة عن كل شركات الأدوية في معظم دول العالم لأنها بتكتب بخط صغير قوي خلاص؟ وأحيانا بتبقى مربكة جدا جدا بس أنا بقول لكم لازم النشرة دي تتقري وهنرجع بس للموضوع ده يعني بنصيحة كده جانبية بس هقول لكم ليه لازم نقرأها أولا علشان ممكن يكون فيه معلومات إضافية مهمة والطبيب نسي يقولها هو ما عندوش حق طبعا الطبيب بس وارد وارد إن يكون فيه دواء معين له ملابسات كده معينة خلاص؟ فوارد إن الطبيب يكون كتب الدواء وخلاص يعني أو قال لكم الدواء ده هيتاخد كذا 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 خلاص؟ فاحنا لازم نقرأ بقى نقرأ في النشرة إن الدواء ده مثلا بيترج قبل ما ناخده بيترج كويس إن الدواء ده مثلا بيتحضر بالطريقة الفلانية إنه الجرعة بتحسب بناء على الوزن فنقول الله ده الوزن هنا لما نحسب وزن ابننا اللي إسناه لسه عند الدكتور ده ممكن يكون فيه فرق في الجرعة وده ممكن نعمله حتى مع الصيدلي يعني أنا بقول لكم مجرد أمثلة ده أول سبب إنه يكون فيه معلومة مهمة ما تقالتش في العيادة الدكتور ما قالهاش خلاص فنعرفها إحنا لما نقرأ النشرة والسبب التاني لاطمئنان إن الدواء ده أصلا أصلا قادر على التعامل مع الحالة المرضية لطفلكم أو لطفلتكم خلاص وأسباب تانية يعني الحقيقة بس تعبعا أنا عارف إن فيه حد دلوقتي حالا هيقول إيه طب إحنا كأباء وأمهات يعني إيه اللي هيفهمنا وبعدين هو إحنا يعني رحين للدكتور علشان نراجع على الدكتور ما صح ممكن الناس تفكر كده بس أنا الناس دي هقول لهم لا أولا لما يقولوا إحنا إيه فهمنا أقول لكم لا أنتوا بتفهموا يعني لما نقرأ في النشرة أن هذا الدواء يعالج حالات السعال المصاحب له مخاط كسيف فتقولوا آه والله دي الحالة بتاعت ابننا مثلا خلاص أو إن هذا الدواء يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي فيقلل حركة الأمعاء وبالتالي يعالج ألا طبعا آه يبقى إحنا كده بنفهمه يبقى الدواء ده مناسب لابننا أو بنتنا فعلا الدكتور ده كالترخير أو الدكتورة دي كالترخيرة كتابوا لنا الدواء الصح تمام ده أول حاجة لما الناس اللي تقول إيه هو إحنا يعني لما نقرأ النشرة أو إحناش فهمنا لأ أقول لكم أنتوا بتفهموا تمام وتقول مش بجملكوا يعني أنتوا بتفهموا فعلا وتاني سبب إن إحنا المفروض نتحرط دقة فعلا لأقصى مدى لما ندي لطفلنا دواء يعني إحنا هنخسر إيه لما نقرأ النشرة خلاص وبرضو مرة تانية لإن ممكن يكون فيه تفاصيل كتير الدكتور مقدرش يقولها نتيجة ضغط الشغل ولو إن بقى الحقيقة في النقطة دي بالذات ده مش عذر يعني لا عذر إن الدكتور ينسى يقول معلومة مهمة ولا عذر إن الدكتور عشان ضغط العيادة أو الناس كتير يعني ما يقولش المعلومات بشكل كافي أو بشكل تفصيلي للأسر اللي بتيجي تكشف على أولادها وبنتها عايز أقول لكم يعني في النقطة دي الحقيقة قصة قصة قصيرة حزينة زي ما بيقولوا بس هقولها لكم بعض الفاصل يعني قصة بس عشان تعرفوا فعلاً إنه الموضوع ممكن يوصل لغاية فين في حكاية الضغط بتاعة الشغلة دي شكراً لكم